السلام عليكم معكم محمد أندي سليمان سويلو وزير الداخلية التركي صرح التصريح ده عجل وزير الداخلية التركي السعودية لم تبلغنا بأي إصابة بفيروس كورونا واكتشفنا الحالات بين العائدين من العمرة سليمان سويلو بيلوم المملكة العربية السعودية أو السلطات السعودية علشان ما بلغتش تركيا بالأطراق اللي كانوا موجودين في المملكة العربية السعودية لأداء العمرة وتم إصابتهم في الفيروس السؤال هنا هو في أي دولة في العالم بتعمل كشف أو تحليل للناس اللي بتغادرها تفحصوا إذا كان عنده كورونا ولا لأ اللي إجابة طبعا لأ وكل العالم كده مش السعودية بس لأن المنطق السليم بيقول إن الدولة بتفحص اللي داخلين ليها مش اللي خارجين منها والأطراق اللي كانوا في السعودية دول فمسئولية الكشف عليهم واكتشاف إن هم مصابين أو لا أبطأ على عدد دولتهم فلما يدخلوا البلد المفروض إن هو يتم الكشف عليهم ويشوفوا إذا كانوا هم محتاجين يتعزلوا أو يتعمل لهم حجرة صحية أو لا هل قبل كده السلطات التركية اللي بتنظر على السعودية دي كشفت عن حده هو خارج من تركيا واكتشفت إنه هو عنده الفيروس وبلغت الدولة بتاعته اللي هو مسافر لها إنه خلوا بالكم الجدع اللي جاي لكم ده عنده فيروس لو حد سمع يقولي أنا عن نفسي ما سمعتش والكلام ده بالمناسبة مش على عدد تركيا وبس لو حد عارف إن في دولة في العالم بتكشف على اللي خارجين منها وتشوف هل هو مصاب بالكورونا ولا لا ياريت برضو يقول لنا لأن زي ما قلنا الدولة بتكشف على اللي داخلين فيها مش اللي خارجين منها طبعا سليمان سويلو إعلام قطر وعلى رأسهم قناة الجزيرة عارفين تمام المعرفة إن متابعينهم من العرب مغيبين بالكامل وعندهم استعداد إن هم يتقبلوا أي حاجة يقولوها كلهم بكل أسف بياخدوا الكلام اللي بتقولوا قناة الجزيرة أو القنوات التابعة لها كمصدر ثقة مو بيدوروش أبدا وراء أو بيتحردوا دقة ولا بيتحردوا دقة في كلام الجزيرة ولا في تصريحات المسؤولين الأتراك وما تستغربوش لأن موضوع كورونا هو موضوع صحي بحث فالمفروض إن وزير الداخلية مالوش علاقة بي إطلاقا ولكن التصريح ده من وزير الداخلية التركي سليمان سويلو مش عبثي إطلاقا ومش عبثي أبدا لأن سليمان سويلو معروف عنه كويس جدا ماذا كراهيته للمملكة العربية السعودية والعرب عموما يعني مش السعودية بس اللي هو بيكرههم وبالمناسبة هو من المقربين من رئيس التركي أردوران وهو المسؤول الأول عن معاناة اللاجئين السوريين على الأراضي التركية وهو اللي بينظم عمليات ترحيلهم أو رميهم في البحر وعلى الحدود اليونانية وهو اللي بيعرض حياة السوريين للخطر منتهكا آدميتهم وكرمتهم كل ده علشان تركيا تبتز أوروبا والحصول منها على بضعة مليارات قبل ما مشي أحب أقول لكم معلومة عن المدعو سليمان سويلو ده من ضمن مهامه كوزير خارجية في دولة تركية إنها سكروا ضباطوا من أفراد الداخلية والشرطة التركية هم المسؤولين عن تأمين بيوت الدعارة التركية المرخصة وحماية العاهرات اللي بيشتغلوا فيها والحالة الوحيدة اللي بيدخل فيها رجال الشرطة التركية لمنع عاهرة من العمل هي بس لو ما كانش معاها تصريح أو إن تصريح بيت الدعارة اللي هي بتشتغل فيه منتهي وفي احتمال تالت برضو لتدخل الشرطة التركية وهو إن الزبون ما يدفعش فساعتها رجال الداخلية التركية بيتدخلوا وبيجيبوا حق العاهرة التركية المرخصة هو ده سليمان سويلو مجرد أوراني بردبت وزير داخلية هو ده بقى يا سيدي سليمان سويلو وزير الداخلية التركي اللي ساب الدنيا كلها ورح مسك في السعودية جاي اتهم السعودية باتهام طفولي غبي علشان يحاول يشويها بأي شكل وبأي تمن والهدف معروف وقلنا كتير قبل كده اسقاط مكانة السعودية الدينية ما بين العرب والمسلمين لصالح تركيا العلمانية وجيفتي ويستشرف في الأمور الصحية لحوالي أسبوع تقريبا كنت عملت الحلقة دي ونوهت فيها أن ممكن تركيا تشن حاملة إعلامية قذرة ضد المملكة العربية السعودية بخصوص فيروس كورونا واللي أنا قلته تنفذ أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته